ارتفع معدل التضخم في المملكة خلال الـ 11 شهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3 و3% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي بحسب تقرير لدائرة الإحصاءات العامة وأظهر التقرير أن معدل التضخم الشهري منذ بداية العام الحالي سجل مستويات أعلى من الفترة ذاتها من العام الماضي حيث ارتفع في الشهر الأول من العام الحالي كما نتابع بنسبة 3.5% عن شهر كانون الأول من العام الماضي ليواصل تسجيل مستويات مرتفعة بلغ ذروتها في شهر تشرين الثاني من العامة الحالية ومسجل ارتفاع بنسبة ثلاثة وثلاثة في المائة مقارنة مع ذات الشهر من العام الماضي وأيضا أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع تضخم في شهر تشرين الثاني فكانت الخضروات والبقول الجافة والمعلبة بنسبة أربعة وواحد في المائة واللحوم والدواجن بنسبة واحد وستة في المائة والزيوت والدهون بنسبة اثنين ونصف في المائة والملابس بنسبة واحد وستة في المائة أيضا ارتفاع معدل التضخم في الأحد عشر شهر الأولى من العام الحالي فسهمت مجموعة النقل بأعلى نسبة فيه إذا ارتفعت أسعارها بنسبة ثلاثة عشر في المائة مقارنة بذات الفترة من العام الماضي وصحة ثانيا بنسبة ثمانية وسبعة في المائة وثالثا مجموعة التبغ والسجائر بنسبة ثمانية في المائة إضافة إلى مجموعة الإيجارات بنسبة اثنين ونصف في المائة